أحوال جوية غير مستقرة ليلة ومنخفض جوي من الدرجة الثانية مرتقب على المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات المساء والليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر تدريجياً كميات من السحب على إزاء متفرقة وعشوائية من جنوب وشرق المملكة وتهطل زخات من الأمطار تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية البيئة ومترافقة بحدوث الرعد ولا يستبعد امتداد السحب الممترة مع ساعات متأخرة من الليل وفجر يوم الخميس لإزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة بمشيئة الله وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة تسبق تأثرها بالمنخفض الجوي بحيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط سرعة الرياح أحياناً وتتحول الأجواء لتصبح باردة نسبياً في أغلب المناطق وتكون الفرصة مهيئة لهطوز خاتنا الأمطار في إزاء من شمال ووسط وشرق المملكة بمشيئة الله ويذكر أن المملكة من المرتقب أن تتأثر يوم الجمعة بمنخفض جوي صنفه المتنبئون الجويون في مركز تقص العرب بأنه من الدرجة الثانية وهي الدرجة التي تعني بأن المنخفض اعتيادي ومن المتوقع أن يترافق هطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة وانخفاض على درجات الحرارة وأجواء الشتوية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب تنتم في أمان الله